لما بنعلم أولادنا يشغلوا النعم ويعرفوا نفسهم أكتر من خلال النعم وأنهم يحسوا بالرضا وأن النعم ملي حياتهم وملياهم إيه لا يحصل؟ في حاجات كتيرة بتتوارى لأن ممكن الحاجات دي تختفي لما يحسوا أنه عنده كل النعم دي لأن كتير من الأحيين بيبقى الأولاد عايزين يسدوا الاحتياجات دي لأنهم حسين أنهم ملعومش إيمة فلما يحسوا بقيمتهم ويحسوا بأنهم غليين عند ربنا إيه اللي حاصل؟ الفراغ اللي في مشاعرهم بيتملي فمن بقاش محتاجين أنهم يدمنوا السوشيال ميديا أو يدمنوا أي حاجة لأنهم حسين أن النعم ملياهم الحاجة التانية أننا رب أولادنا على إدارة الاحتياجات والاستثمار يعني إيه إدارة الاحتياجات؟ مثلا عند احتياج دلوقتي بيزن علي أن أنا أدخل على السوشيال ميديا وأفضل أتفرج وأفضل أشاهد فيتعلم أن أول حاجة لازم يحدد هو عايز إيه ليه؟ فيسأل نفسه ليه حاسس أنا أن أنا محتاج أن أدخل دلوقتي على السوشيال ميديا؟ مثلا محتاج أن أنا أتواصل مع فلان خلاص؟ أروح أتواصل مع فلان وأعمل حاجة دي وأمشي أو عايز أشوف فيديوهات عشان أتعلم محتوى معين؟ أروح أشوف الفيديوهات بتاعت المحتوى معين لكن إيه اللي يحاصل؟ موسعش ده وتكون الخطوة تانية أنه هو يحدد وقت لهذا النشاط وممكن يحط النفس ومنبه يساعده أنه هو ما يتجوز الوقت ده بالطريقتين دول إحنا ممكن نتعامل مع ده طب إيه بقى الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها وتوصلنا لده بشكل واضح؟ يعني مثلا أنا سبيل مثال أو الإجراء إحنا ممكن نعمله وبشكل واضح عشان يساعدنا في ده عشان ما يبقاش عندنا مسألة الاستهلاك بهذا الأمر ومسألة الإشباع الفوري إن إحنا نعمل حاجة إن إحنا نربي نفسنا مع أولادنا على الامتنان أنا أمتني الإبني فيتعلم مني الامتنان فلما يتعلم الامتنان يحس بالنعمة يعني إذا حاصل أنا لما أتعود إن أنا أشكر أولادي لكن طول الوقت قوم يا فلان أعمل كذا وقوم يا فلان أعمل كذا يحس بالإرهاق لكن أنا لو أنا بمتنيله بقوله أنا شكرا على أنك إنت نقلتني المية شكرا لك فإذا حاصل يحس إنه عمل حاجة فلما يحس إنه هو عمل حاجة إيه اللي حاصل يبتدي فكرة الإشباع عنده تتغير فيحس بإنه هو ليه إيمة وجوده في البيت ليه إيمة هقول لكم حاجة عارفين أولادكم بيدخلوا وضهم ويقفلوا على نفسهم ويعيشوا مع أجهزتهم ليه لأنه حاسس إنه إيمته فقط إنه هو يعمل لك حاجة مش إنه هو في ذاته ليه إيمة لما بتحس إنه هو وجوده ليه إيمة عندك هو بيحس إنه هو منتمي إلى المكان ده ويحب يقعد جنبك عشان هو حاسس إنه هو مش هيبقى هامشي أو يبقى سفر على الشمال لما يحس إنه هو وجوده معاك ليه إيمة هو الفراغ اللي جوه مشاعره هيتملي عارفين إحنا فلسفة إدارة الاحتياجات بتبيني على إيه؟ على إن كل ما الإنسان عاطفياً امتلأت مشاعره بالقيم وامتلأ باطنه بمعاني نبيلة كل ما احتياجاته قلت آه والله عارفين فكرة الزهد بتتبيني على إيه؟ على إن الواحد عنده قيم كتيرة مشغول بيها المحبة واللطف وإحنا حتى بنحس بده حتى في الاحتياجات المادية الواحد لما بيكون فرحان في كتير من أحيان ما يحبش يأكل شبعان ففكرة الشبع دي هتحصل لما الإنسان يمتلئ وإن كنت أنا ما بحبش فكرة الشبع مع الاحتياجات لكن ما بحب مسألة إدارة الاحتياجات اللي بيقول لنا عنها سيدنا عمر أو كل ما اشتهيتم اشتريتم هو كل حاجة لما تحتاجها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة يعني إيه؟ يعني خلي بالك خلي ابنك دايما الإجراءة التانية ساعد ابنك على إنه يعرف نفسه أكتر ويلاحظ الاحتياجات الحلوة اللي فيه يعني إيه؟ يلاحظ إنه عنده حاجات حلوة ملياء ملياء هو مش عبارة عن احتياجات لا ده فيه حاجات حلوة ملياء فلما يحس بالحاجات الحلوة اللي ملياء دي يحس إنه مش محتاج يملى الفراغات اللي داخل باطنه باستهلاك ولا بأشياء ولا بمشاهدات هو يحس إنه يكفيه إنه يقعد ويستثمر نفسه بشكل جدي وكمان علمه إنه يعيش إن كل حاجة لازم يكون لها معيار وأنا بساعدك على إنك أنت تخلي أولادك لما ييجوا يعملوا أي حاجة يطبقوا الخمس معايير دول هياخدوا وقت آه هياخدوا وقت بس إبنك هيبقى حاجة تانية ويريت إنت كمان تتعلمه إن إنت لما تيجي تعمل حاجة تعمل حاجة ليها جدوى يعني ما يعملش أي حاجة إلا وليها أهمية تاني حاجة لازم يعمل الحاجات بجدية خمسة جيم يعمل حاجة وهي ليها أهمية تاني حاجة يعمل الحاجات بجدية يعني يا يحيى خذ الكتابة بقوة يبقى إيه اللي حاصل يبقى يعمل حاجة بجدية وده شيء مهم جدا جدا يبقى إذن يبقى لازم يكون جاد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجدية لما حضرته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن خير العمل أدومه وإن قل إن أنت تبقى جاد فيه وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا تيجي بقى الجودة يبقى عندنا أول حاجة إيه أول حاجة عندنا الجدوة يبقى فيه أهمية تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجودة ما تخلوش يعمل أي حاجة ويا ريت تخليه كمان ما يكلش أي حاجة لازم يكون عنده جودة للحاجات اللي بينتقيها يلبس شيء جيد يأكل شيء جيد يفكر في فكرة جيدة فلما يعمل كده حياته تتغير ويتملي الفراغ اللي عنده رابع حاجة خليه هو بيعمل حاجة دي يعمل حاجة اللي هو متمكن منها وهي الجدارة يعني خليه دايما يعمل الحاجات اللي هي لإن لإن قيمة المرء بما يحسنه يبقى كل ما يعمل حاجة هو عنده مهارة فيها وقادر عليها كل ما الحاجات كل ما الفراغ اللي عنده والاحتياجات اللي عنده بتدار آخر حاجة خليه يعمل حاجة بجمال يبقى كده فيها لمسة فيها حسن وفيها جمال وما يخليش المسألة كده مليانة قبح لازم يعمل حاجة وهي فيها جمال لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء لو عودنا أولادنا على الإجراءات دي وربناهم على الإجراءات دي مش هتلاقي عنده دايما احتياج إن هو يصل إلى احتياجه بشكل فوري يبقى إحنا محتاجين رب أولادنا على إن الحاجة لما يعملوها يعملوها بجدوى ويعملوها بجدية ويعملوها وهي فيها جودة ويعملوها وهي كمان عندهم جدارة أنهم يعملوها وفي الآخر لازم يغمسوها في الجمال لأن هي أصلا جميلة والله جميل يحب الجمال